اشتركوا في القناة اذا كنت ضيف جديد على قناتنا من اتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد وقبل ما نبدأ يا اصدقائي كافة ملفات وقوالب التصميم المرفقة ضمن اعمالنا على قناة عالمكم وايضا عالم التصميم والجرافيك كلها متاحة على موقع عالمكم وبنظام النقاط حيث نضمن وصولك لأي ملف وبأبسط طريقة وأبسط التكاليف وايضا تم اطلاق دبلوم باوربوينت بين الصفر حتى تصميم المشاريع الاحترافية وهذا الدبلوم تأسيسي ومتكامل مع شهادة معتمدة من موقع عالمكم وايضا لحتى نضمن وصلكم الى سوق العمل بخطوات متسارعة تم ارفاق هذا الدبلوم بمتريال وموات تصميم غاية بالجمالية ورائعة جدا وضخمة جدا تصل الى اكثر من 15 الف قالب باوربوينت احترافي وجديدنا دبلوم خبير ادبي معتمد في برنامجي الفوتوشوب وإلستريتور فللاطلاع على تفاصيل هذا الدبلوم وتحديد موعد الاجتماع ومعرفة تفاصيل اكثر رابط هذا الدبلوم رح يكون متاح لحضراتكم ايضا بوصف هذا الفيديو ويلا حتى نبدأ بلقائنا الجميل والعطر مع حضراتكم لهذا اليوم اهلا بكم يا اصدقائي مرة تانية في برنامج باوربوينت بواجهة اللغة العربية ورح نبدأ بتصميم الانفوغراف لخمسة اختيارات لكن مبني على الظل والاضاءة رح نتوجه الى شريحة جديدة طبعا انا كنت مجهز كالمعتاد بلد الالوان اللي انا بشتغل فيها طيب رح انقر بمفتاح الموس الايمن ضمن الشريحة ومتوجه الى تنسيق الخلفية رح نختار تعبية متدرجة افترض انه انت رح يظهر عندك اختيارات افتراضية من هذه تدرجات رح نقوم بازالة علامتين تدرج باجي الى العلامة الاولى ومن وعاء الديهان الشايفينه هون باجي باختار اختيار اللون ونقوم بتحديد اللون الاول ثم نحدد على الداة التدرج التانية او اللون التاني ومن اداة اختيار اللون نختار اللون الاخر طيب رح نرجع الى الاتجاه ومنختار عندي ايه يكون شعاعي ومنختار يكون عندي ايه من المنتصف لكن انا حابب يكون عندي اللون الكاشف هو يلي في المنتصف لذلك كل ما هو عليك نقوم بعكس الالوان فقط لغير فلحتى يكون معنا لون اللايت او لون الاضاءة او لون الكاشف من منتصف الشريح رح نتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال بنختار الشكل البيضاوي نضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وبنقر مع الرسم او مع السحب لحتى ارسم دائرة بمساحة معينة من الايطار نختار اللايته يكون عنديها بدون ايطار اما التعبئة رح تكون معنا التعبئة متدرجة كمان خلنا نرجع نختار الاعداد المسبق او الافتراضي بنقوم بازالة التدرجين اللونيين وبنختار النوع عنديها خطي وبنختار يمين او يسار متل ما انا شايفين بالضبط فاللي باتجاه اليمين هو هذا اللون الموجود متل ما انا شايفين باجي الى اداة تغيير اللون ومن قطارة الالوان باجي باختار اللون الاول يهو اللون الغامق وباجي الى النقطة التانية ايضا وباجي باختار اللون الاكشف منهم متل ما انا شايفين بالضبط من تأثيرات ومن ظل ومنختار ظل الى الداخل وليكن عندي يا من هذه الزاوية عندي المسافة ممكن نزيدها بعض الشيء وايضا الضبابية يكون معنا بهذا الشكل يا اصدقاء بمعنى نحصل على دائرة مجوفة داخل التصميم او داخل الشكل بالعموم اضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى انا اخد مساحة يعني اقل منها شوي نوعا ما ممكن اسحبها الى هذا المكان وتكون عندي على منتصف الشريحة رح ننكر على الدائرة الان وبضغط على مفتاحي كنترول زائد دي من الكيبورد او بضغط كنترول وبنكر مع السحب لحتى اعمل ديبليكيت او تكرار للدائرة نتوجه الى الظل بنلغي الظل افترالي طبعا رح ينجب معنا الشكل متل ما انا شايفين بالضبط بضغط كنترول مع الشيفت ومنزغر من مساحة الدائرة شوي وبسحبها الى المنتصف واللي يكون معنا مثلا بهذا الشكل الان منتوجه الى تنسيقات الظل وبنختار الظل يكون عندي اياه الى الزاوية اليسارية بالاسفل اليسارية بالاسفل اللي هو هذا الظل ممكن الحجم نزيده شوي وايضا الضبابية منزيدها شوي ممكن نقلل الشفافية نوعا ما او تزيدها حسب ما يرتقي لك اعتقد الان الموضوع اصبح جدا جميل ومناسب بتوجه الى الاطار او الى الخط الرسم وبختار خط متصل او عندي خط ممكن ناخده من نفس الالوان يلي اخدناها بمعنى رح اجي اختار النقاط الموجودة واقوم بازالتها النقطة الغامقة ممكن اختارها بدل النقطة الكاشفة وبالعكس ممكن نعكسهم ما في مشكلة يعني وايضا نقطة الكاشفة بختار النقطة التانية للون يلي اخدناه ممكن نزيد العرض بعض الشيء بعض الشيء وليكن هذا العرض او بنختار سماكم يكون معنا بهذا الشكل بمعنى عملت انعكاس يعني اللون الغامق اللي اخدناه لتعبئة الدائرة من اليمين اخدناه لاطار الدائرة من اليسار واللون الكاشف اللي اخدناه الى تعبئة الدائرة من اليسار جعلنا لون بخط الرسم او الايطار او لحواف الدائرة من اليمين. لحتى نحصل على هذا التأثير الجميل متى ما نشاهدين يا اصدقائي. الان راح نتوجه الى رسمتنا وخلني اختار العناصر اللي مكوني للرسم. اختار كنترول زائد سي. وبجي بختار كنترول زائد في. طبعا انا بدي اقوم بالغاء الرسم. فقط لغير. تمام? وبختار كنترول زائد جي للنصوص. واقوم بازالة الرسمة. مش محتاجينها. يعني هذه عبارة عن تفاصيل اضافية النص والالوان والخريطة لحتى اتبان معكم يعني جمالية الرسم بها العموم. بنتوجه الى ادراج. ومن اشكال منختار مستطيل لذو زوايا مستديرة. وبنكر مع السحب لحتى ارسم مستطيل عمودي يعني يكون معنا وليكن بهذا الشكل. ممكن النقطة هذه اصحابها الاخير حتى عمل التفاف الجزء العلوي وجزء السفلي من الاطار. نفس المبدأ او من الشكل عفوا. بختار الارو يكون عندي اياه بدون اطار. ومنختار يكون عندي اياه تعبئة متدراجة لكن احنا نختار ثلاث الوان. ثلاث الوان. اللون اليميني تمام او اللون الحافي اليميني او اليسارية. راح نختار عندي اياه هذا اللون القاتم. والليسارية بتكون معنا هي نفسها ايضا من هذا اللون القاتم. والنقطة اللي بالمنتصف راح تكون لون لايت نوعا ما يعني مضيء. والاتجاه نختار يمين ويسار. بكون حصلنا الان على اه هذا الرسم الجميل يلي فيه اه اه شيء من رسمة السلاسية الابعاد. ونمط الاضاءة. ممكن فقط نختار عندي ظل الى الداخل. واللي يكون عندي اياه اه ظل الى الداخل. اه بنختار شفافية لالوم. حيس يكون شفاف. وبنعمل بعض الضبابية بعض الشيء. يعني لحتى نحصل على رسم اه فيه شيء واقعي اكتر على موضوع الظل والاضاءة. اضغط شيفت واسحبهم لليسار شوي. ممكن احنا من خلال قائمة تنسيق الشكل نختار محاذا الى الوسط او محاذا الى المنتصف. تضبط الاشكال فيها بالطريقة اللي بتناسبك على توزيع الشريحة. وليكن معنا بهذا الموضع. الان راح نتوجه الى ادراج ومن اشكال بنختار مستطيل زوزوايا مستديرة. وبنكر مع السحب لحتى ارسم مستطيل بهذا الشكل. بجي الى هذه النقطة وبعمل انحناءات للزوايا او الى اه الاجزاء المشكلة لهذا الرسم اليمينية واليسارية. الشكل راح نختار اللي يكون عندي اياه بدون اطار. والتعبية راح نختار تعبئة خالصة لكن تكون معنا بهذا اللون. تمام يا اصدقاء. ممكن نسحبها على اليسار شوي. لحتى حسب موضع او نصوص وكسافة النصوص الموجودة ممكن نختار حيز مناسب على الشريحة. نختار الان او منحدد الشكل الاول يلي رسمناه. بختار كنترول زائد دي. ومن ثم كنترول مع الشيفت ومنزغر الرسم بما يتناسب مع رسمتنا الجديدة. من الضغر كمان حبة. وليكون معنا بهذا الشكل. بيبقى عنا بعض التعديلات فقط لغير. مثلا الزاوية او المسافة او الضبابية او الشفافية والحجم. بنعدلهم بما يتناسب. وليكون مسلا هذه الزاوية الشفافية. قللها شوي. وليكون معنا بهذا الشكل يا اصدقاء. تمام. باجي بختار الشكل الاخر وبختار كنترول زائد دي ايضا. بضغط مع الشيفت ومنزغر. بحيس يكون معنا تقريبا نفس حجم هذه الدائرة. يعني ممكن احنا الان نكبر شوي. ويكون معنا بنفس الحجم. اضغط شيفت واكبرها شوي. نسحب الى هذا المكان بحيس انا احبز على التأثير الموجود للدائرة يلي بالخلفية. ممكن الان موضوع الاطار نزغره شوي. اه هذا الاطار ممكن فقط العرض يعني نسويه بمقدار اربعة او بقدار ثلاث نقاط. تمام? وايضا عندي الظل. يعني ممكن انا اتحكم في موضوع الظل. نزيد الشفافية. والقلل الضبابية. والمسافة نرجعها للخلف شوي. لحتى ما يكون في تناثر للون الاسود بشكل جدا كبير. بيكون حصلنا الان على هذا التأثير الجميل. ممكن نحدد كل هذه الاشكال. واختار كنترول زائد جي. كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب للاسفل. وايضا كنترول مع الشيفت وبنكر بسحب للاسفل. البرنامج راح يساعدني بالتوزيع قدر الامكان. تمام? وايضا كنترول مع الشيفت للاسفل. وايضا كنترول مع الشيفت للاسفل. طيب خلاص. ممكن احنا نحدد الان الاشكال الخمسة. ومن تنسيق الشكل اللي بنختار عندي من محاذاة توزيع عمودي. ممكن نضغط على كنترول زائد جي ويكون معنا اه كشكل واحد. اضغط شيفت وان. بقلل يعني للداخل حتى يصير عنا متسع للتعدادات الخمسة. ونضعهم بمنتصف الشريحة بالضبط يا اصدقاء. خلني انا اجيب بعض النصوص الموجودين والايقونات واللي يكون عندي مسلا. اه بهذا الشكل. بعدين راح نعمل له النقروبات. انا بس عشان اه فقط يعني اه كنترول سي. علشان وقت الفيديو ما يطيل معنا كتير. فانا مضطر دائما استخدم هذه العناصر الجاهزة. ممكن اختار هدول. ونسحبهم على هذا المكان. اعادة تموضع فقط بخطوات سريعة. لتعداد النقاط. يعني عندي الخطوات ستيب وان ستيب تو ستيب ثري. تمام? او عنوينك اللي انت محتاجة. وعندي ايضا موضوع النصوص. ممكن اختار انا اي نص. هذا الجروب جاهز. ونجيب النص عندي اياه لهون. اه ممكن اضغط مع خلاص. نحن نعمل ايش? اه او تكرار للنص. اه لكل حقل او لكل خانة. تمام? ممكن نعمل كنترول زيت لاجل الحفاظ على المحازات. تمام? فقط لا غير. وايضا بعمل كنترول وبنكر مع السحب. تمام? بيكون حصلت على رسمتنا بهذا الشكل. بقي معنا فقط الفواصل المعبرة على التايم لاين. ان سمينا التايم لاين او المراحل راح تمشي عليها. عبارة عن دوائر فقط لا غير. يعني انا لو توجهت الى ادراج من اشكال اخد شكل دائري. اضغط شفط طبعا. اه اخدت له يكون عنديها بدون اطار. اه ممكن التعبئة نختارها من هذا اللون. هو اللون الخارجي. وبختار او ناخد دائرة اه جزئية يعني انصح التعبير. كمان بضغط على وبنكر مع السحب. بختار الى ايضا بدون اطار. والتعبئة تكون معنا من اللون التالي. يعني اللون الاكشف حتى نوعا ما. بجي بتأكد موضوع الابعاد. يكون نفس الشيء واحد فاصلي خمسة وسبعين. وبجي الى الدائرة التانية هي نفس الشيء تماما. ممكن اطبق الدائرتين فوق بعض البعض. خلني اكبر المساحة شوي. تمام ولا يكون معنا بهذا الشكل. ازا حبينا نعمل التفاف نعمل اي شيء. هذه عبارة عن ترميزات متل ما تكلمت فقط لا غير. ممكن انا الان احدد التنتين مع بعض البعض. وبختار اه قبل ما نعمل تجميع. ممكن نختار محاذة الى الوسط ومحاذة الى المنتصف حتى يركبوا الدائرتين على بعض البعض. كنترول زائد جي. وبنكر مع السحب. وبصغر للداخل. يعني حتى يكون عندي شكل جميل. اه ممكن نضعه مقابل ايش? مقابل رسمتنا. الفكرة الان انا برسم دائرة داخلية. خلني انا بس اوسع شوي. تمام? وبقي عندي تأثير الظل اخدهم. تمام? تأثير الظل. خلاص وبقت رسمتنا هذه جاهزة. بتوجه الى ادراج. ومن اشكال بنختار شكل بيضاوي. بنكر مع السحب لارسم دائرة صغيرة بضعها بالمنتصف او بالمركز تماما. بختار الالة بدون اطار. والان حسب الالوان اللي انا اخدها للتعدادات. ممكن الوين هذه العلامة. يعني نحن هون اخدين عندي اياه لون البرتقالي. ممكن ارجع اختار من قطرة الالوان للون البرتقالي. ويكون معنا بهذا الشكل. خلاص بحدد الكل وكونترول مع الجي. اه بضبط الاشكال مع بعض البعض بالمحاذات يعني. تمام? بضغط مع الشفت وبنكر مع السحب للجزء التاني. فقط نقوم بتغيير لون الدائرة اللي هو بالداخل. تمام? بجي بختار قطرة الالوان ونختار اللون التالي. نفس المبدأ بجي بنحدد وبختار مع الشفت وبنكر مع السحب للأسفل. ايضا وبقوم بتغيير الشكل الداخلي او اللون الشكل الداخلي بهذا اللون. تمام? وممكن ارجع احدد اضغط على هذه الاشارة. اه كنترول مع الشفت وبرجع بحدد الشكل الداخلي. ومن قطرة برجي بختار اللون التالي. نفس المبدأ. واخيرا بنكر مع السحب مع الكونترول مع الشفت. ومن ثم اقوم بتغيير اللون بنفس المكان تماما. بيكون حصلنا الان على شكل انفو جميل جدا جدا. طيب بقي عنا بعض المؤثرات. سواء حبيت اعمل ظل. حبيت اعمل اضاءة. حبيت اعمل اي شيء. الموضوع يعني يزيد زيد الامر جماليا. يعني كيف ما اشتغلنا? خلينا بس اقلل الشفافية شوي. تمام? وممكن المسافة نزيدها شوي. والضبابية. موضوع التناسر. فالموضوع يعطي طابع جميل لعرض افكارنا وتصميماتنا المبهرة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. هذا البرنامج جميل. يلي باوامر بسيطة يعطيك امكانيات متوافقة جدا مع مخيلتك. لذلك هو يعتبر من اولويات تعلمنا في في تعلم مجال التصميم الجرافي. واخيرا اتمنى منكم الدعاء بداية والتفاعل ثانيا وانتظرونا بلقاءات متميزة ان شاء الله. دبتم برعاية الله. محبكم احمد صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.